موسيقى 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 هذه الزيارة للبابا للبلاد ديالنا المغرب هي ترصيخ لروح التسامح اللي معروف بها المغربة كاملين وايضا كستراتيجية اللي تتعامل بها البلاد نوع الانتقنائي من رأيي لي والندي البابا للمغرب ليس لدينا المغرب هل يمكنني أن تعلق باسرائيل وانتظروا ان تحدثوا بسرائيل وانتظروا في فلسطين الله يرحم جميع المسلمين ومسلمات يؤمنون انهم مثل المسيحيين هل يتحدثون بحرية في الدين نحن كمسلمين نحن نشعر ما حرفت كل دينة القرآن يريد أن يكون مسيحيين بينهم بين الله يقايلون ويفوتوننا كمسلمين لا يسيبون الدين ديانا ويحشارمون هذه زيارة عادية وفيها فائدة المغرباء يجب أن يعرفون بأن نرى كين ديان أخرى المسيحية وكين اللي كيمت لها وكيفاش دير وغالي مننا يجب أن يديروا شيء في الكاثدرال سان بير يجب أن يشوف لما كانش عنده فرصة داس باش يشوف كيفاش تدوز الأمور يجب أن يشوفهم هذه الزيارات زيارة مهمة في إطار التقارب بين الشعوب وقضاء على التنفر بالإديان وهذه الأعمال الإرهابية اللي كنشاهدوها من جانبين لأنه كين هناك واحد صدام الحاضر كما يقال ولكن نحن نشجع هذه المبادرات ونرحبو بها باش للناس تتعرف بعضياتها وكون واحد تسامح وواحد القبول بالآخر كما بغت كل القناعة لأنه في النهاية القناعة الدنيا كانت تبقى قناعة شخصية والأمور الدنيا ويخص يكون في هذا ما أليه التعايش وأليه التقارب إلى آخر أنا شخصيا في اعتقادي لا يهمني يعني لا إشكال لدي سواء أي زيارة من أي ناحية كانت أنا الأهم عندي حاليا هو الملفات العالقة دي الأساتداء الذي نفرض على المتعقود أساتداء زنة سعود حامل الشواهيد يعني الهموم كل أساتداء فد الوطن الجريح يعانون كل جماعير الشعبية يعانون هذا هو أهم شيء عندي يمكن أن يعني فهذه الطرفية بدأت خصلاً دوا فد فهذه الملفات دوه وملك صميتكو بقدر مال بابا وأي شخص جاد في زيارة المغرب ما عندي إشكال لأننا في إطار التسامح ما عندي إشكال وإحنا يعني يجب أن أن نرحب بالجامعة